السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعي قناة فيزا شينغن مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم اللي غنتكلم فيه حول كيفاش يمكننا نتقدمو لطلب تأشيرة او الفيزا الدولة ديالالمانيا كما كنتعرفو انا في القناة تكلمت حول الفيزا ديال الدولة دياليطوانيا هنغاريا بريطانيا اسبانيا فرنسا البرتغال اسلندا واليوم جد دور تلبية لعدد من طلبات ديال المتتبعي القناة نتكلم ليهم حول المانيا بالنسبة الالمانيين لك تباك تمشي تقرأ او انك تمشي تتعالج او عندك عامل او عند دير سياحة او لزيارة عائلية هاد جميع الفئات عندهم شي وطائق المشروكة بينتهم وكل واحد عنده وطائق خاصة به من بعد غدي نشرح لكم اشنو ما الوطائق اللي يمشروكه في جميع الميهن ومن بعد غدي نخضر على كل مهنة وشنو الفرق بينها وبين الاخرى من بعد ما كتدخل الموقع ديال تيلس كونتاكت وكتكريي الكونت ديال تيلس كونتاكت ألمانيا وكتكريي الحساب ديالك تماميا في الفورميلار تمامي المعلومات ديالك وليزان فورماسيون وكتاخد الموعد ديالك من تيلس كونتاكت ألمانيا كيجي الدور ديال الوطائق الوطائق اللي مشروكة بين جميع الفئات هما كالتالي استمارة عامرة مزيان على حقها وطريقها وجميع المعلومات كيكونوا فيها صحاحين ومسينياء من تحت باش ما تتعرضوش للرفض بسبب غياب او مونك ديال سينياتور الباسبور ضروري خاصة تكون فيه على الاقل على الاقل واحد تلت شهر عادي تأكسبيرا ولا عادي تنتهي مزيان ديال الفيزا ولكن ما تديروش ندادر لانا ندادر ما مقبولين فحتاشي نوع ديال تصاور لباسبور للا كارت للفيزا نسخة ديال لكارت ناسيونال فوتوكوبي ديال بطاقة الوطنية ونسخة فوتوكوبي ديال الصفحات ديال الباسبور بالاضافة الى الصفح teach sharing photocopy ديال الفيزات الى كان لعدكم مستحنا في فيزات مثلا في الباسبور ديالكم فيزات خذيتو مقدام كان معاكت لليهم photocopy بالاضافة الى التأمين ديال السفر التي يغطي تلاتين الف اورو تلاتين الف اورو ماشينتم عليك تخلصوها ولكن هذا كيكون في الوتيقة ديال التأمين اللي كتتاخده من وكالتي ديال التأمين شروع البانكا تقريبا 470 درهم حتى 700 درهم ديال التأمين ولكن البانكا المقابل ديال 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 التأمين كتقول أنني أنا كان أمنك بالمبلغ اللي كي يغطي هالتكاليف ديال 30 ألف أورو نزيدكم الحج ديال الفندوق مؤكد أنك تدير ريزيرباسيون ديال اللوطي الكونفيرمي في ألمانيا ولا إلا كانت تعدك مثلا ضيافة ولا دعوة الحج ديال الطائرة البيي ديال الطائرة هدو هما النقاط تقريبا والوطائق اللي مشروكين في جميع أنواع ديال الفيزات الألمانيا وتقدر تضيفه مثلا عقود عقد الزواج لك تيمزوج كيكون عندك عقد الزواج مترجم عندك شي ميلكية مثلا شي عقار شي سيارة شي ضار شي أرض فلاحية كتدير العقد ديال الملكية وتا هو مترجم إلا كانوا عندك الدراري كتدير عقود لإزدياد مترجمة ولا أو تزيد عليهم نسخة فوتوكوبي ديال الحالة المدنية تقدر تزيد واحد البلون دو فياياج بروغرام ديال الفوياج واحد لتر دو موتيفاسيون واحد الرسالة تحفيزية دابا غادي نتكلمو على الناس اللي خدامين في القطاع العام بالنسبة للناس اللي خدامين مع الدولة بالإضافة لهاد الوطائق اللي قلت كاملين خاصك تزيد واحد شهادة ديال العمل أعطي ستاسيون دو ترافاي وشهادة ديال الأجراء بلتان دو بي باش كتتخلص وبطاقة ديال الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي الكنوبس وكشف حساب بنكي ديال تلتشهر الأخيرة وشهادة ديال كونجي يعني أعطي ستاسيون ديال كونجي شهادة ديال العطال هدو هما الوطائق اللي كيزيد الشخص اللي خدام في القطاع العام مع الدولة لدوك الوطائق اللي اخدرت عليهم في الأول غدي نمشي وللناس اللي خدامين في القطاع الخاص شنو خصوم يضيفو الوطائق الأخرى عندك شهادة ديال العامل عطي ستاسيون دو ترافاي فوتوكوبي ديال لاصينيسيس وثلاثة ديال بوردورو ديال ضمان الاجتماعي ديال تلتشهر الأخيرة وثلاثة ديال بيلتان ديال تلتشهر الأخيرة بالإضافة إلى التصريح بالأجور اللي كان نخدوه من الابليكاسيون ديال ماسينيسيس من تليفونات ديالنا وحساب بنكي شهادة بنكية وثلاثة الكشوفات بنكية ديال الشهر أخيرة بالإضافة إلى شهادة ديال إجازة أتستسيون ديال الكونجي بالنسبة التجار تجار شنو غيحتاجو تجار غاديحتاجو السجل التجار الأصلي زائد نموذة السبعة وشهادة كتبين الممارسة المهنية كيستخرجوها من الغرفة المهنية وكيجيبو وطائق ديال درائب إلا كانوا كيخلصوا الدرائب خلصهم يجيبو تصريح باش كيخلصوا الدرائب واللي يجيبو الإعفاء إلا كانوا معفيين من الدرائب بالإضافة إلى البطاقة المهنية اللي كاتبيين أنهم كيزولوا هذه المهنة هذه وكشف الحساب البنكي ديلة الشهر الأخيرة بالإضافة إلى شهادة بنكية من بعد ما هدرنا على الناس اللي خدامين في القطاع العام والناس اللي خدامين في القطاع الخاص والطجار سنتكلم على الطلاب بالنسبة للطالب ضروري ستكون عنده شهادة مدرسية وشهادة ديال تكفل بكل المصاريف من أحد الوالدين الأم أو الأب هي وشهادة كتبت الموارد المالية لأحد الوالدين المتكفل بالمصاريف ديال الطالب بالإضافة إلى شهادة ديال العطلة آخر فئة غدين تكلموا لها وهي الفئة لكتعلق بالناس المتقاعدين الناس اللي اعطوا من الشباب ديالهم الشئ الكتير البلد وخصهم يخرجوا ويديروا تهما السياحة ويعيشوا شوية الحياة من حقهم كذلك الوثائق اللي كيحتاجوا باش يتقدموا حتى هما الميلف باش ياخدوا تأشيرة السياحة ويصفروا شهادة كتبت الحصول على التقاعد وحد شهادة كتبت على أنك كتحصل على التقاعد بالإضافة إلى ثلاثة كشفات بنكية ديال تلت شهر الأخيرة وشهادة بنكية اللي فيها الرقم ديال الحساب ديالك كانوا هدو هدو هما الفئات اللي تكلمت عليهم آآ في هدو الفيديو ديال اليوم بنسبة للفيزا ديال ألمانيا كنتمنى أنني نكون أعطيتكم جميع الإجراءات وجميع المعلومات حول هدو الفيزا هدو شنو كتطلب وفين كندفعوها وفين كن ناخدو المواعيد والوطائق كاملين اللي عندو شي سؤال اللي يخليكم خليوه لي في التعليق يكون سؤال واضح باش نجاوبكم ولا دخلوا عندي لإنستاقرام وأنا غادي نصفت لكم مثلا أي واحد بغا الوطائق غادي نصفت له ببي دي اف ببي دي اف فيها جميع الوطائق دي اللي مهنة دياله ويجمعوهم بخاطره وبشوية عليه احتي قدهم وقد الميل في ديالهم زيان كالتمنى لكم التوفيق وانطلقوا إن شاء الله في فيديو آخر مع دولة أخرى وكالتمنى لكم التوفيق وكالتمنى من الله عز وجل أنكم توفقوا كاملين تاخذوا الفيزا ديالكم وكالتمنى من الله كذلك أن الحدود تفتح باش تستفدوا كان معكم عبد الرحيم من قناة فيزا شينغن صبحوا على خير وإلى اللقاء شكرا